حضرتك اشعرفك ان اللي جاي ده جاي من الشيطان وبيهزلك ليه ما يكونش رؤية وملاك جاي يقول لحضرتك انت غلطان كان المفروض تصلح كذا الرؤية خير والرؤية خير والحلم شر يعني رؤية دايما بتجي خير يعني مايفاش تبقى رؤية حد بيحذرك انك ماشي في طريق غلط لا هي المسألة المسألة ان فكرة الرؤية مردودها هو خير ومردودها هو خير انا هشوفها ان هي خير واروح اعمل خير خلصنا بقى سواء كان الخير دهات ان انا عدي للخطأ انا كنت بعمله او سواء كان الخير دهات فده مردودها خير اما الحلم الحلم اللي هو من الشيطان ده يبقى مردود وسيب سلبي يعني طب عشان نبسطها على الناس اللي تسحى من النوم مقريفة وزعلانة على الحلم اللي حلميته ده من الشيطان واللي تسحى من النوم مرتاحة وممسيطة دي رؤية هو ده الفرق بالحمر واضح واضح حلو جدا طيب اللي تساحة زعلانا دي تعمل ايه؟ اللي تساحة زعلانا ولا أكن في أي حاجة لو اهتمت ستقع في دائرة المحذور المنهي عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا إن إحنا لا نهتم ندفل عن ياساني ناس مرات ولا نهتم ولا تحدث بها وكمان التحديث بها دوت مكروه